متابعيني جميعاً على قناة InfoTech for You السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم إن شاء الله هنتكلم عن النسخة الجديدة DeepSec R1 ويتحول من الإصدار التجريبي اللي هو R1 Light Preview إلى الإصدار الرسمي اللي هو DeepSec R1 وهدي خطوة طبعاً مبيرة جداً وهو إصدار مجاني ومفتوح مناسب للمبرمجين أو الباحثين وهو فاتح منه إصدار اسمه R10 علشان يقدروا أنهم يضيفوا عليه تعديلات وتحسينات حسب الاحتياج في الاختبارات العديدة اللي تمت على DeepSec R1 أظهر تفوق واضح على O1 من شركة OpenAI وطبعاً زي ما احنا شايفين DeepSec R1 مفتوح المصدر ومجاني أما O1 فهو مدفوع ومغلق وبالتالي زي ما انتوا شايفين المنافسة كبيرة والصالح مين رايحها في الاختبارات اللي تمت في مجال البرمجة والرياضيات لفت الانتهاء بشدة في دقة النتائج اللي تم الحصول عليها وإن شاء الله احنا هنجربه النهاردة بشكل عملي التصميم اللي قايم عليه أو التقنية اللي قايم عليها DeepSec R1 هو MOI أو Mixture of Experts ودي نوع من أنواع الابتقارات المتميزة في المجال نموذج متضرب على 671 مليار برامتر لكن التفعيل بيكون ل37 مليار برامتر فقط أثناء عملية التشغيل وبالتالي بيكون الأداء أسرع وأكثر كفاءة ما بيستهلكش كل السورسز بتاعته مرة واحدة وفيه برضو حاجة من الحاجات اللي أنا شايفاها ممتازة جدا من شركة DeepSec وهي أيضا النمازج الموجودة بأحجام مختلفة هتلاقي فيه أحجام مختلفة ابتداء من حجم 70 مليار برامتر إلى الأحجام الأخرى زي ما احنا شايفين على الشاشة وبالتالي على حسب الاحتياج حيستخدمه الشخص بعض الناس حتكون محتاجة نموذج خفيف ولكن حيكون أيضا سريع والأداء بتاعه والنتائج بتاعته كويسة من المميزات الحلوة قوي لنموذج الجديد بسيك R1 قدرته على التعرف على النصوص من أنواع مختلفة من ملفات صحيح هو مش بيدعم الصور ولكن بيقدر أنه يتعرف على النص داخل الصور وده اللي أغلبنا بيكون فعلا محتاجينه بالنسبة للنتائج اللي بتحصل عليها من ال-chain of thoughts أو سلسلة التفكير اللي بيقوم بها النتائج بتكون أفضل لأن التحليل بتاعه بيكون أعمق إلى حد كبير دي خطوة كويسة جدا ومساهمة يعني في تشكيل مستقبل الزكاء الإصطناعي بشكل أكثر عدالة وشمولية أنت عندك نموذج مفتوح المصدر بتقدر أن أنت تشتغل عليه وتتحط كل الكرياتيفيز بتاعتك كمطور في هذا النموذج فأكيد النتيجة هتكون كويسة علشان ما نتقولش كتير في الجزء التقني يلا بينا نشوف النموذج الجديد ديبسيك R1 بشكل عملي وبتطبيق عملي في الجزء الثاني من الفيديو يلا بينا وارجح نقال لكم مرة تانية عشان نجرب الإصدار الجديد ديبسيك R1 أول ما حتخش على الرابط الموجود في الوصف أسفل فيديو حتلاقي الإعلان عن ديبسيك R1 بيقولك is now live and open source فده اللي احنا هنجربه بيقولك إن هو available on web متاح كويب وكمان app وapi فدي حاجة ممتازة جدا تعالوا بقى نجرب ونقول start now ونشوف ديبسيك R1 علشان نجرب ديبسيك R1 تأكد إن انت نفعل ديبسيك لازم تكون ضغط على ديبسيك هنا حيقولك أول ما تشاور عليه use ديبسيك R1 to solve reasoning problems فهنا حنبتدي إحنا نفعله وحنبتدي نجرب مع بعض كذا use cases واحدة واحدة كده ونشوف النتيجة عاملة إزاي طبعا إنت أول ما حتفعله فيه كمان خاصية رفع الملفات وهو هنا بيدعم لحد خمسين ملف وكل واحد فيه ما يزيتش عن 100 ميجا تعالوا نجرب مع بعض أول use case معنا أول حاجة حجربها معاكم دلوقتي هي الكودينج أنا عايزة ينشئ لي one page website اسمه info tech for you وهنا بيكلم عن الكورسات الموجودة على القناة على الموقع هنا أنا حطيت له كل الوصف اللي أنا عايزة بالنسبة للويبسايد بتاعي وبعد كده حبتدي أدوس enter عشان أشوف النتيجة هنا إحنا بنشتغل على reasoning model زي ما أنت شايف thinking هابتدي يعود يفكر هياخد وقته طبيعي جدا وكل ما هياخد وقت كل ما يكون ده أفضل لأن هنا عملية زي ما احنا قلنا العملية thinking وعملية التحليل عميق شوية خلاص خلاص بيقول لي الكود ده بيحتوي على ايه دي حاجة برضو من الحاجات اللي أنا شايفة إنها جيدة إن هو بيبتدي إن هو يوضح لي الكود وهنا حبتدي أدوس run html هنا حيبتدي بديني اللي أنا طلبته أنا عايزة موجود فيه هنا موجود فيه الكورسز بتاعتي هنا مسلا ممكن يكون الكورسات دي موجودة عندي على اليوتيوب فلما حدوس عليه حينتقل إلى اليوتيوب في هنا هنا جيت أنا هنا عملا ال html فقط طبعا هو لسه مش متزبط visit our youtube channel المفروض الشخص اللي حيدوس هنا حيروح على اليوتيوب channel بتاعتي هنا مسلا ممكن أقوله make the website more colorful and visualized يعني عايزة يعني خليه ألوان شوية هنا أقولت له make the website more colorful and visualized هنشوف حايديني إيه هنا هو خلاص خلاص الإضافة أنا طلبتها منه زي ما احنا شايفين الألوان قلت له أنا عايزة الwebsite أو الone page ويبسite يكون more colorful ألوان أكتر عطاني ألوان طبعا الموضوع هنا بقى أفضل visualized أكتر search courses الجزء اللي هو بتاع العدسة الزرق ده حلو جدا وهنا start learning style quiz طلبت منه أنه يحط لي quiz الشخص أبتدي أن أنا أختبره به success stories زي ما احنا شايفين فيه اختلاف واضح زي ما احنا شايفين فيه اختلاف واضح ما بين الone page دي والpage اللي قبلها ده بالنسبة للجزء بتاع الكودينج يلا بينا نروح للتطبيق التاني التطبيق التاني اللي أنا هطلبه منه إنه هو يديني معادلة excel أو excel formula هنا حتدي أحط الأمر بتاعي أو الطلب اللي أنا عايزاه عايزاه يديني formula للexcel وهنا طبعا شرحت له بالضبط أنا عايزة إيه والمفروض هو يعمل إيه بالضبط تعالى نشوف النتيجة اللي هو حيدهيلي بيبتدي يقسم الproblem علشان يقدر يتعامل معيها زي ما إحنا شايفين كل من إيه حيكون إيه العمود الأول B و D زي ما طلبت منه بالضبط حيبتدي يشتغل على المعادلة حيبتدي يشتغل على المعادلة اللي أنا طلبتها وهنا في الآخر خالص حيبتدي الexcel formula اللي هي هتكون دي هنا ده عبارة عن sheet excel عن حجم المبيعات لمنتجات معينة وأنا كنت طلبة منه total sales amount لكل sales person يعني كل شخص باع منتجات معينة إيه هو total sales بتاعته فهو في الآخر خالص أعطالي المعادلة اللي أنا هستخدمها كمان فصر للموضوع ماشي إزاي عشان أبقى أنا فهمة المعادلة دي جت إزاي زي ما إحنا شايفين سريع ومنظم ودقيق جدا تعالي نشوف حاجة تالتة أنا هنا عايزي ينشئلي هوية العلامة التجارية فأنا هنا بالعربي هستخدم اللغة العربية بقوله مهمتك إن أنت تنشئ مجاز تصميم شامل لهوية علامة تجارية لأحزية رياضية بناء على الموظفات المحددة يجب أن تشمل هوية العلامة التجارية عناصر مختلفة وحطيت له الكلام ده كله وإيه الفئة المستهدفة ما بين 20 لـ 50 عاما مهتمين بالموضة والاستدامة والكلام ده كله بعد كده حبتدي أدوس انتر وتعال نشوف حايديني إيه هنا أيضا بيفكر بس يمكن بيفكر هنا باللغة الإنجليزية دي ما احنا شايفين حال حايديني النتيجة بالعربية حنشوف مع بعض دلوقتي عطاني هنا النتيجة باللغة العربية بعد ما فكر باللغة الإنجليزية عطاني اسم العلامة التجارية إيكوسترايد بيعبر عن التزام العلامة بالتقدم نحو مستقبل أو خطوة التقدم أولا بيقولي فيلي أنا اخترت الإكوسترايد علشان سهل النط بيوزن القيم البيئية والحركة الناشطة اللوجو بقى التصليم حيكون عبارة عن إيه شكل ورقة نبات ملساة تحاول إلي خطوات أو أثر قدم شايفيني للجمال يعني هو هنا بيربط الاستدامة اللي هي متمثلة في ورقة نبات والخطوات أو الأثر مع تضمين شكل خفية لحزاء رياضي في الخطوط يعني كمان بيقولك حصمم الشعر شكل وعمل إزاي فأنت هنا هتاخد الفكرة وتديها للمصمم يصمم لك بالضبط الحاجة اللي أنت عايزها هنا لوحة الألوان كمان الألوان اللي هتكون موجودة اطباع الأسلوب المرئي نبرة الصوت وشخصية العلامة التجارية عناصر التمايز عن المنافسين اللي هي وتطبيقات الهوية والقيم الأساسية حاجة بصراحة في منتالة الجميل يلا بينا ننتقل للتطبيق اللي بعد كده هنا بسأله سؤال بشوف يعني هيجاوب عليه إزاي هنا السؤال عبارة عن إيه هو جيم شو في جيم شو كده وطلب منك الشخص اللي عاملك المسابقة أنت قدامك ثلاث أبواب وورا باب فيهم في كنز أما بالنسبة للبيبان التانيين بيكون فيهم حاجة اسمها روتن فود أو يعني طعام فاسد أنت حتيت اختار دور فاختارت بسا الباب رقم واحد فيبتدي الهوست وده بتحصل كتير بنشوفها في برامج المسابقات هل حابب أن أنت تغير بيه دور نمبر تو فإزت تو يور أدفانتج هل أنت هتغير بتاعتك هنشوف هو هيجاوب على السؤال ده إزاي إحنا هنا بنسأله هو زي ما احنا شايفين بيحلل أوكي الطريقة بتاعت التفكير ويت كأنه بالظلس بشري بعد وقت طويل خالص أعطاني الفاينال أنصر هنا باب بيقول لي إيه بيقول لي أن المضيف في الغالب بيكون عارف الدهب موجود في أنه دور فبالتالي ده ممكن يأثر على قرارك وبالتالي أنت ممكن تتحول لدور رقم 2 في الحالة دي لأن فرصة الفوز بتاعتك هتنتقل من 1 ل 3 إلى 2 إلى 3 لأن أنت كده فهمت أن ممكن أول واحد يكون في الروتن فود أو الطعام الفاسد أنت بقيت شاكك أن واحد لا ما فيش ورادها بيبقى وراء 2 أو 3 فهنا حيكون النسبة الوينينج أو الفوز 2 إلى 3 فده طريقة التفكير بتاعته أنا بصراحة عجبتني الواحد أهو كبشري ممكن ما يفكرش بنفس هذه الطريقة المنطقية اللي هو عملها قلوبة أن نشوف تطبيق تاني هنا السؤال اللي دايماً بسأله لتقريباً معظم لمزج الزكاة الاصطناعي أنه وزن أكثر هنا يبدأ يحلل وعطني الإجابة على طول هنا أعضاني الأنسر إيه هو الأنسر إيه هو الأنسر إيه إذا أن الثري باونز هي أعلى من الثو باونز والإيه باونز يلا بينا بقى نشوف حاجة تانية هنا المفروض ده math problem والmath دي مفروض problem يعني من المسائل الصعبة شوي هنا بيكلم عن إيه بيكلم عن إن الإنسان اللي عنده عشرين سنة المفروض إنه هو daily calcium intake يعني جرعة تاعت الكالسيوم مفروض 1000 ميلي جرام وبيقلك one cup of milk contains 299 ميلي جرام of calcium one cup of juice بتحتوي على 261 ميلي جرام of calcium which of the following المتبينات اللي قدامي دي يعني هنا فبيقول لي أي من هذه المتبينات صحيح واحد ولا اتن ولا تلاتة ولا أربعة الإجابة الصحيحة هي واحد هنشوف الإجابة اللي حدهدي ابتدي فكر أنا عجبني جدا في reasoning models حتة إنه هو ممكن يساعدك إنه تتعلم إزاي تفكر بالشكل المنطقي ده وبالتالي خلاص إنت بتبقى فاهم إزاي حتقدر تتعامل مع هذا النوع من الproblems بشكل أو بآخر الموضوع مش إنك إنت بتعتمد على الذكاء الإصطناية في ديك النتيجة وبس إنت لازم تشوف الحاجة دي بتحل إزاي أو هو بيفكر إزاي هنا ابتدى يديني النتيجة وهنا الإجابة هي بوكسد اللي هو موجود في المربع رقم واحد وهي دي فعلا الإجابة الصحيحة ويلا بينا نشوف تطبيق تاني نيجي بقى لكتابة الأسايمنت أنا عايزة يكتب لي أسايمنت عن إيه عايزة يكتب لي أسايمنت عن استخدام الذكاء الإصطناعي في الرعاية الصحية وهنا قدت له التايتل بتاعي إيه والإنستراكشن زي أنا عايزة الانترودكشن كم كلمة أو بتوين قد إيه 250 ل300 كلمة ويعرفني إيه وكل حاجة أنا عايزة يدهالي داخل الأسايمنت بتاعي هنا حبتدي أدوس إنتر وهشوف النتيجة بيفكر شينوف ثووت ابتدى يكتب لي تايتل الإنترودكشن الأبليكيشنز بتاعت الإيه آي إن هيلث كير وهو هنا حيلتزم بعدد الكلمات اللي قلت له يعني حطهم في الإنترودكشن في البادي أو أسايمنت كونكلوجين وأدي الريفرانسيز وممكن كمان أقول له ري رايت the references مثلا in eba style أو format نشوف هيعمل إيه وأخيراً أعطوني النتيجة هو مش بطيء هو سريع بس بيعمل نوع من أنواع التفكير بشكل أعمق شوي وبالتالي حينعكس على دقة النتيجة هنا أعطوني الإجابة اللي أنا عايزاها ومن مفترض أن أنا هيخد بقى النتيجة دي أحطها تاني داخل الأسايمنت يعني هنا هم أعطنيش بقى كله من أول وجديد أعطاني فقط l-eba style تعالوا نشوف آخر تطبيق معنا النهاردة هنا أنا حبتدي أرفع ملف والملف ده عبارة عن إيه عن BDF والBDF ده خاص بالديب سيك أروان اللي هو البيبر الموجودة على هاجينج فيس وأنا كده كده هحط لك الرابط الخاص بالهاجينج فيس عشان لو حد حبي بنزل ديب سيك أروان زيرو ينزله ويطبق لو عايز يشتغل على تطويره وما إلى ذلك أو يجربه فهحط لك الرابط هنا أنا رفعت الBDF في الورقة البحسية وهنا طلبت منه أنه هو ياناليز الورقة زي وطلبت منه شوية حاجات يركز عليها زي clear introduction, detailed analysis, concise conclusion حاجات كده معينة عايزيها في summarization أو عملية summary أو التحليل الخاص بالBDF هنشوف مع بعض دلوقتي النتيجة هو لسه بيعمل uploading وهنشوف النتيجة حدوس enter be thinking هنا على طول عمالي analysis للورقة البحسية introduction, content summary والmethodology عشان لو انت مش عايز تقرأ كل الورقة ممكن كمان تخليه يلخصها لك بشكل أبسط لو انت ما عندكش خلفية تقنية عن حاجات دي كلها فانت في الحالة دي عايز حاجة أسهل بين كده في الحالة دي هتطلب أنه هو يعمل لك summarization بشكل أبسط ده بالنسبة لتحليل BDF وزي ما قلتلك هو يتميز بأنه بيتعامل مع السياق الطويل فدي تعتبر ميزة يعني كويسة جدا لهذا النموذج الرائع نموذج DeepSeek R1 المفتوح المصدر المجاني اللي بينفس بقوة OpenAI من خلال النموذج الريزونانج الخاص بيها قوة أشوفكم في الفيديو قادم بإذن الله تعالى على قناة InfoTek4You زي ما بقولكم بحاول أقدم لكم كل جديد وكل مفيد فهاريت ما تنساش تدعمنا باللايك والشير والكومنت دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة